بسم الله الرحمن الرحيم في البدء شكراً لكل الأخوات والأخوة للإعلامين للحضور وتغطية هذا المؤتمر الصحفي والذي يتعلق بمفردات البطاقة التموينية الكل يعلم منذ مباشرة حكومتنا ونحن قد بينا بشكل واضح وصريح أن واحدة من أهم أولويات هذه الحكومة والتي تضمنها البردامج سواء كان منهاج الوزاري أو البردامج الحكومي البردامج التنفيذي هو ما يتعلق بمحاربة ظاهرة الفقر وهذه الظاهرة التي استهدفناها بإجراءات وليس بخطب وإعلانات وكلام إنشائي اليوم إحدى القرارات المهمة التي اتخذها مجلس الوزراء وأوكل لوزارة التجارة تنفيذ هذا القرار هو ما يتعلق بتوزيع أو تحسين الحصة الغذائية أو مفردات البطاقة التموينية للعوائل المشمولة بشبكة الحماية الاجتماعية مفردات البطاقة التموينية توزع بما يسمى بالسلة الغذائية لعموم المواطنين وهناك سلة غذائية خاصة بالأسر دون خط الفقر التي تتقاضى لعانى النقدية من وزارة العمل هيئة الحماية الاجتماعية تأمين هذه السلة الغذائية كماً ونوعاً من شأنه معالجة الفقر بهذه الأسر التي لا تمتلك دخل معيشي سوى الإعانات النقدية التي تدفحها وزارة العمل وهيئة الحماية الاجتماعية مهمتنا كحكومة كيف نحافظ على هذه الأسر لمواجهة الأسعار لمواجهة تقلبات التي تحصل في مسألة توفير المواد الغذائية كيف نأمن لهم هذه المفردات البطاقة التموينية بحيث تساعدهم على ديمومة الوضع المعيشي طبعاً هذا القرار كان تفكر به كثير من الحكومات في مجال إصلاح البطاقة التموينية وتتذكرون الحديث والجدل في جدول البطاقة التموينية ولماذا لا توجه هذه الأموال وهذه التخصيصات نحو الفئات والطبقة المستحقة ولم يتخذ أي قرار هذه الحكومة اتخذت هذا القرار ونعتقد أن هذا القرار وقته خصوصاً أن تقلبات أسعار سعر الصرف اللي راح أتحدث عنه اللي هي وقتية إن شاء الله ترجع الوضاحة الطبيعية لكن هذه الأسعار عندما تم تغيير سعر الصرف في موازنة 2021 لم تكن هناك إجراءات مباشرة لحماية الطبقات الفقيرة فكان وقع تأثير تغيير سعر الصرف مؤثر بشكل واضح على هذه الفئة في حينها اليوم مع هذه التقلبات سعر الصرف فقطعاً التأثير سوف يكون أكبر وأعمق رغم أن الذين استغلوا هذه الحالة التي تتعلق بسعر الصرف وهو ليس بقرار حكومي وإنما آلية متفق عليها بين المؤسسات المالية والبنك المركزي لترشيد عملية بيع الدولار اللي كنا ننتقده ونقول هذه النافذة نافذة بيع العملة فيها هدر وفيها أموال تخرج بغطاء تجارة غير مشروعة تهريب غسيل أموال شتى التهم والتحليلات وأغلبها صحيح يعني لا ليس في إطار التهمة كنا نبيع 300 مليون دولار في اليوم الواحد وكل الاقتصاديين والمختصين يقفون عاجزين على تفسير أنه ما الذي يستورده العراق يوميا حتى يبيع 300 مليون دولار شنو هذه المواد اللي تدخل للسوق العراقية حتى نروح نحن نطي 300 مليون دولار لشركات ومصارف للأسف أغلبها تستخدم فواتير مزورة وتخرج هذه الكتلة النقدية المهمة خارج العراق بعد التزام البنق المركزي بالآلية وتوفير الدولار للتجارة الحقيقية للرجال الأعمال للتجار الذين فعلا يريدون استيراد مادة مادة تحتاجها السوق المحلية اليوم التاجر الذي يرفع سعر المواد الغذائية أو شتى المنتجات والمواد ليش يرفعها؟ شنو اللي يتغير؟ احنا عدنا سعر دولار 1460 موجود ومتاه ويقدر يحصل عليه سعر رسمي ليش يروح ويضارب ويذهب إلى السوق السوداء؟ شنو السبب اللي يدفعه يروح للتجارة التي لا تستند إلى طرق قانونية واضحة من خلال فتح الاعتماد المستندي وأخذ إجازة استيراد وإدخال المواد عبر المنافذ الرسمية وبعد استفاء الرسوم الضريبة والقمركة هذا هو الطريق الشرعي لهذه التجارة وبالتالي أود من خلال هذا المؤتمر أن أطمئن أبناء شعبنا أنه لا قلق على هذا الموضوع هذا مجرد تضارب أسعار وقتي نحن جادون في تطبيق المعايير الصحيحة أولا التي تضمن المحافظة على المال العام ومنع التهريب وغسيل الأموال والتضارب المضاربة بهذه العملة وبنفس الوقت لن نتساهل مع أي طرف رسمي أو غير رسمي في مسألة المساس بقوت المواطنين الدولة قادرة ولديها من الإمكانيات المالية والإدارية والقانونية أن تنزل للأسواق وتوفر كل المواد التي يحتاجها المواطن العراقي عندنا وزارة وعندنا مؤسسات وعندنا أساليب كثيرة ممكن من خلالها الشي يحتاج السوق نحن نقدر نوفره اليوم أو أعزنا لوزارة التجارة أن تعد العدة لشركاتها نتدرس احتياجات السوق وتقدم طائمة بهذه السلع وسوف يتم استيراتها وبيعها في السوق المحلية بسعر الكلفة نقدر نشتغل ونقوم بدور التاجر وعدنا الإطار القانوني وعدنا الإمكانية المادية الوضع المادي للعراق في أفضل حالات وضعنا المالي في أفضل حالات احتياطات البونج المركز تجاوزت المئة مليار دولار منذ عام 2003 ما عندنا مشكلة لا بد دولار ولا بضعنا المالي هناك من ينشط في البضاربة هناك نوع من الهلع بالتأكيد لن نتفرج على هذه الممارسات واتخذنا قرارات بحق هؤلاء وفق القانون موضوع السلة الغذائية اليوم ولله الحمد مخازنة فيها من المواد الغذائية التي تكفي لثلاثة أشهر ما عندنا مشكلة في الوقت اللي استلمنا الحكومة وباشرنا وهي اللي أول مرة أقولها للمرة أقولها إلا عندما يكون عدي خزين غذائي استلمنا مباشر لمهام عملنا السيد وزير التجارة يعرف كل الزيان وراء أربعة أيام أنا اجتمعت به بعد المباشرة ما كان عدنا خزين من مادة الطحين في مخازنة يكفي لنصب شهر نصب شهر وبالتأكيد مفردات البطاقة التموينية كانت صفر ولا خزين في وقت احنا شرعنا قانون الأمن الغذائي الطارئ من أجل تأمين خزين للمفردات البطاقة التموينية اليوم عدنا هذا الخزين وعدنا هذه الإمكانية ومثل ما ذكرت عدنا طرق كثيرة لاستيراد المواد الغذائية وما يحتاج السوق العراقية والنزلة بالأسواق حتى نسيطر على هذه المضاربة التي تؤثر على المواطنين الفئات الفقيرة والمحدودين الداخل الفئات المتوسطة وكل أبناء شعبنا نتابع هذه الأسعار ونتابع حركة السوق والأموال ولذلك أدعو الجميع للإطبئنان وعدم الإنسياق وراء موجات الهلع التي تقف وراء هجهات تحاول استثمار هذه الأعمال أو هذه الظروف لغايات شتى هناك غرفة عمليات مستمرة مع اتحاد الغرف التجارية مع المصارف الأهلية مع الدوائر المعنية من البنك المركزي للبنك التجاري للضريبة للقمارك تسجيل الشركات وكل إشكالات التي تقف أمام القطاع الخاص حاليا نعالجها بشكل مستمر وهي جزء من عملية الإصلاح الاقتصادي الذي تعمل عليه الحكومة وبنفس الوقت هي جزء من معالجات الأزمة هذه غرفة العمليات مستمرة اليوم مع الإدارات الجديدة وقرارنا بالموافقة على طلبات رئيس البنك المركزي بالإحفاء ورئيس تي بي آي بالإحالة على التقاعد أيضا تم تكليف إدارات مشهود لها بالتجربة والخبرة والنزاهة ولديها من الرؤية لمواجهة هذه المشكلة بإجراءات سريعة سوف تترك أثر واضح على أسعار الصرف وبالنتيجة على أسعار المواد الغدائية أنا أترك المجال للسيد وزير التجارة ومن ثم السيدة مدير عام الشركة العامة المواد الغدائية حتى يبينون تفاصيل السلة الغدائية والكمية والمقدار وآلية التوزيع بالنسبة للمواطنين عموما وللعوائل التي تأخذ إعانات نقدية من خلال شبكة الحمال الاجتماعية بسم الله الرحمن الرحيم شكراً دولة الرئيس شرفتنا حقيقة اليوم هذا مشروع يشهد لدولتك مثل ما تفضلت تمت الوعود سابقاً قبل سنتين أو ثلاثة أود أحيط رعايتك أنه وزعنا أقصى شي هو سلتين حال السلة الاعتيادية قبل ثلاث سنوات أو أربعة للرعاية الاجتماعية اليوم قرار مجلس الوزراء وبرعاية دولة الرئيس سيكون توزيع السلة للمشمولين بهذه السلة الرعاية الاجتماعية رح يكون لاثنعة الشهر فقرات السلة الاعتيادية اللي هي ثلاثة رز واحد سكر السلة الاعتيادية ثلاثة رز واحد سكر واحد زيت أربعمائة غرام معجون وكيلو بقوليات هنا رح يضافلها للرعاية الاجتماعية مضاعفة الزيت رح يكون اثنين مضاعفة السكر يكون اثنين ثم إضافة حليب وشاي وطحين صفر وهذا رح يلقي بثقلة بالسوق هذه من ناحية من ناحية أخرى نقول تفضل دولة الرئيس أنه لدى وزارة التجارة ليطمئن المواطن أن الحصة التموينية مؤمنة بالكامل اليوم لدى وزارة التجارة ومخازنة مليئة وتقدر الإعلام يطلع بكل مخازنة بأنحاء العراق لحنا اليوم نوزع السلة الأولى وعدنا خزين لثالثة أشهر قادمة والتعاقلات مستمرة بواخر الحنطة دولة الرئيس اليوم باخرة يمكن وصلنا على النصف للتفريق وخلال سبعة يام أو ثمانة يام رح تدخل خمس بواخر حنطة من أرقى المناشي العالمية وفتحنا دعوة للتعاقد اليوم بعدما تم التحويلات المالية مؤمنة بالكامل بأحسن نوعية رح تشوفون فرق نوعية الطحين ونوعية المواد الأخرى لذلك نحب نقول وننوح على فقرة اختلاف الأسعار أو احتكار المادة والتضارب دخلت بشكل عاجل وزارة التجارة بتأمين فقرات مهمة هي طحين الصفر وبيض المائدة والحليب حتى حليب الأطفال بأسعار مدعومة بسعر الكلفة الإنتاج أو بسعر المصنع ورح تدخل بقوة بكافة المواد اليوم تم تشكيل خلية أزمة داخل وزارة التجارة استجابة لتوجيه دولة الرئيس رح تكون نحط أنظارنا اليوم احنا لمسنا حقيقة الموضوع هو موضوع تضارب واحتكار أبدا سعر الصرف والدولار مؤمن لدى المصرف البنك المركزي لكن هناك مع الأسف غايات أخرى رح تكون الوزارة التجارة الدرع الحامي إن شاء الله تعالى ونؤمن للمواطن ما يحتاج إذا كانت بطاقة تموينية ومواد غذائية أساسية وكافة المنتجات إضافة إلى المواد التي تتعامل بها نشاط شركاتها نقول احتياجات السوق احتياجات السوق مواد إنشائية دولتك نطعتنا لجهة الأسواق المركزية اليوم سوف نرى أن التجارة ستطلب ثقلها تحميهم من التجار السيئين مع احتراماتي اليوم عملنا مع بيض المائدة نعم هم منتاج محلي يعني الأمانة إن شاء الله أغلب رجال العمال وتجارنا هم من الناس الوطنيين يواجهون مشاكل وقاعدين حلها لكن هذا لا يعني أنه هناك البعض يحاول يستثمر هذه الأزمة وهذا بالتأكيد راح نواجها بإجراءات حازمة نعم صارت كثير من المزارع زودتنا واشتراهم نعدهم هو تشجيع الإنتاج المحلي البيض المائدة والدجاج وباقي المنتجات يعني اليوم ما جبني الحد المستورد وممكن ندخل بأي أنصر ليكون هو المواطن هو القيمة العليا والحفاظ على لقمة الخبز شكرا جزيلا بس عدد الأفراد المشمولين بالرعاية بمباركة وبتوجيه من قبل السيد مباشر من السيد الوزير باشرة الشركة العامية تجارة المواد الغذائية اليوم بإطلاق الوجبة الأولى لفئة الرعاية الاجتماعية ومحدود الدخل وعدد أفرادهم يعني ما يزيد عن خمسة مليون مواطن حتكون سلتهم سلة خاصة بالإضافة إلى السلة الموجودة أساسا يعني هذه من خلال الدراسات والمتابعة أنه تفي بحاجة المواطن من المواد الغذائية للحاجات الأساسية أضافة إلى أنه الوزارة بتوجيه من السيد الوزير ومتابعة بوشراف من قبل سيد رئيس الوزراء أنه مباشرنا من أول أيام بارتفاع أسعار صرف الدولار بتوفير مادة بيض المائدة بسعر 4750 مزيد بكل المحافظات كذلك أسعار الطحين الصفر بأسعار تنافسية تساوي الكلفة ومستمرين بتجهيز المواد الخاصة الأساسية للمواد الغذائية بالأسعار الكلفة والمواد السلة موجودة ومخازننا لمدة ثلاث أشهر بالأضافة إلى تعاقدات أكثر من ست أشهر شكرا جزيلا مثل ما تفضلت ست لماء خمسة مليون ومئة ألف مواطن يعني الأسر بحدود المليون وثمين مئة ألف أسرة الآن يأخذوا الراتب أو عانا نقدية من الحمال الاجتماعية على عدد الأفراد خمسة مليون ومئة هؤلاء شملوا بهذه السلة الغذائية مثل ما تعرفون بنفس الوقت إحنا أطلقنا حملة البحث الاجتماعي لأن عدنا بحدود مليون وسبعمائة جدد مقدمين طلبات للشمول والآن البحث الاجتماعي الذي بدأ في كل المحافظات جدد راح يكونوا المشمولين بشبكة الحمال الاجتماعية أيضا نشملهم بالسلة الغذائية الخاصة بالأسر المشمولة بالإعانات النقدية هذه هي المعالجة الحقيقية هذا هو الدعم الذي يجب أن توجهه الدولة للفئات المستحقة للدعم سواء كان مفردات الطاقة التنمينية أو إعانات النقدية شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم